واجل عليهم وبالذيات عناه وآياتنا فانتدق منها ذاته الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفاناه بها ولكنه اخلب الى الارض واستباهوا فمثلوا كمثل الكلب ان تحمل عليه الهس او تتركه الهس يارك مثل قوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصوا انقصوا لعلهم يتذكرون فأمثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وانقصهم كانوا يظلمون من يأد الله فهو المتدي ومن يغذل فأولئك هم مخاسرون ولقد درانا لجهنم كذيرا من الجن والانزلهم قلوب لا يفقون بها ولهم اعلموا ذا يفقون بها ولهم اعلموا لا يسمعون بها أولئك فالأنام بلهم أضل أولئك هم يوافرون ولله الاسمار الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسماره سوزون ما كانوا يعملون ولمن خلقنا أمة يادون بالحرس وفيها دنون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجون من حيث لا يعلمون وامروا لهم انك اجينتين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إنه إلا نبيهم مبين أولم ينظروا في ملكه في السماوات والأرض ومعلك الله من شريه وناسا أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعدهم من يضل الله فلا هادي له ويضل في تضيانهم يعمهم يسألونك عزات أيان مرساة يقول إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تسيق إلا بعثة يسألونك كأنك حفينا ما يقول إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنا الدين فأور أبرا إلا ما شاء الله ولكنت أعلم رائب لستطرت من الخير وما ما سنيتون إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وتعالي منها زوجها ليسكن إليها فلما ترشها حملت حملا خفيفا